بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم لو أنت يعني ما بتلعبش كمال أجسام كده وعندك عضلات كتيرة وكل يوم بتروح الجيم أو بتجريلك كل يوم مشوار كبير يعني وتعمل جاري وتعمل رياضة كل يوم أو أنك أنت بعمل دايما ريجيم ونظام غذائي ومهتم بصحتك ومهتم بأكلك وبتبعد عن النشويات وتبعد عن السكريات وماشي على الحاجات اللي بيسموها الغذاء الصحي لو أنت معندكش ولا واحد فعيلتك عنده السكر يبقى الفيديو دا ما يهمكش خالص لكن على العكس بقى لو أنت إنسان عادي بالناس العاديين اللي هم ما بيعملوش رياضة غير فين وفين لما يجيونه مشوار كده يمشي ويتعب والكلام ده أو سنك عدى التلاتين سنة أو والدك أو والدتك عندهم مرض السكر دا الفيديو دا لازم يهمك ويعني برغم أنك أنت إنسان لسه سليم لكن أنت ممكن تصاب بمرض السكر زي الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجد أو الكلام دا إذا ما تمتش وغيرت نظام حياتك أو أخذت علاج الكلام بتاعنا النهاردة كلام الجديد المهم جدا أنه هو اكتشف أن فيه علاج لحاجة اسمها مقاومة الإنسولين ومقاومة الإنسولين دي هي المرحلة اللي قبل إصابتك بالسكر على طول أنت ماشي وعايش على نظام مليان نشويات بتاكل رزو بتاكل بطاطس بتاكل كل حاجة لنفسك فيه وإنت راجل لسه شباب عدد سن التلاتين بقى فيه خطورة أنك أنت تصاب بالسكر المرحلة اللي قبل الإصابة بمرض السكر دي اسمها مرحلة مقاومة الإنسولين عشان ما نطولش فيها باختصار لأنها مشروحة في زملاء شرحينها في فيديوهات كتيرة وممكن أنك تروح لهم الإنسولين في مرحلة مقاومة الإنسولين بيزيد تركيزه جوه الدم علشان يجبر خلايا جسمك أنها تدخل الجلوكوز لأن حضرتك لما بكسلت وما بتعملش رياضة وعندك جينات في أسرتك وأنك هتصاب بالسكر بعد وقت بيحصل أن الخلايا المليانة دي من كسرة الدهون دي بتقاوم أو بتفقد حساسيتها الإنسولين فما بيقدرش الإنسولين في تركيزه العادي يدخل السكر جوه الخلايا عشان تستفيد به فرد فعل من البنكرياس ورد فعل من الجسم يزاود كمية الإنسولين فما زيد كمية الإنسولين يقدر يدخل الجلوكوز فتتشبع الخلايا أكتر فتبدأ تقاوم مش عاوزة جلوكوز أو السكر يعني كمان فيزاود الإنسولين تاني فتيجي إحنا لو نقيس الإنسولين في الدم عندك نلاقي الإنسولين بتاعه أعلى من الطبيعي بيسموها هيبر إنسولينيميا يعني زيادة كمية الإنسولين في الدم دي إرهاق على البنكرياس عمال بينتك إنسولين بكمية كبيرة جدا وشوية وطبعا أنت عمال تدخل لأنه هو السكر اللي يخش عندك في الجسم ده عمال يتحول لدهون ويتخنك ويعمل دهون على الكبد كمان فتخش البنكرياس يبدأ يتعب بقى والجسم إيه يخش فيه مرحلة السكر من نوع التاني اللي لازم بعد كده بقى هتتعالج وبتاعهم وأنت عارفين السكر ما شاكله كبيرة دخلت بقى في مرحلة إنك بقيت مريض سكر لكن مرحلة مقاومة الإنسولين دي يمكن الرجعة منها يمكن العودة يمكن الوقاية من السكر بيها فاللي كان لأي حد يسأل الدكتور السكر أنا عندي مقاومة إنسولين أو دكتور السكر عمله تحليل لا عنده مقاومة إنسولين يقوله اتبع نظام غزائي ويعمل رياضة والكلام ده هو ده كان الايه السيستم أو النظام اللي ينشع عليها المريض أو الإنسان اللي لسه مش مريض علشان يعني يأجل موضوع السكر ده وما يجلوش السكر والحاجات دي كانت بتفشي طيب أنت كإنسان عادي إزاي تعرف أن إنت لازم إيه تهتم بموضوع مقاومة الإنسان ده وتشوف الحكاية لو لقيت أن إنت عدت سنك التلاتين سنة وعندك استرس في شغلك مديرك مدايقك زميلك مدايقينك مراتك مدايقاك في البيت عندك خنقات عندك مشاكل عندك زي ما قلنا حد في أسرتك عنده سكر ميت بالسكر بتاكل نشاوات كتير بتحط 4-3-4 معلق على الشاي مش عارف إيه وكلام ده ما بتتحركش يبقى أنت لازم تروح تقيس حاجة اسمها السكر التراكمي بتروح تقيس السكر التراكمي ده لو لقيته تحت 5-7 من 10 أنت في كده إيه مفيش مشكلة عندك استنى سنة ولا حاجة وروح إيسه لو لقيته بين 5-7 من 10 لغاية 6-4 من 10 أنت في مرحلة مقاومة الإنسولين ولازم تروح للدكتور فوراً علشان تبدأ تمشي معاه بنظام يخليك ما تروحش على مرض السكر لو عدت بقى 6-4 من 10 أنت بقيت مريض سكر ولازم تروح للدكتور عشان تاخد أدوية السكر تتعالج بقى ويبدأ معاك نظام علاج السكر اللي هو في الأول برضو ممكن يمشي بالنظام غذائي يمشي بأدوية خفيفة بتاعه كامدة دكتور بقى هي دي ممكن يعني نتكلم عنها في وقت تاني أو موجود عندي فيديوهات كتيرة على الموضوع ده فبين 5-7 من 10 أو 6-4 من 10 في السكر ترى كومي أنت في مرحلة خطرة مرحلة الدخول على مرض السكر النهاردة إحنا بقى هنروح استراليا علشان نشوف إيه العلاج اللي بيقولوا عليه لمقاومة الأنسلين فمقاومة الأنسلين طبعا يعني بيفشل الدكاترة من غير دواء الدكتور بيبقى محدود القدرة على أنه هو يحميك من السكر لأن النظام الغذائي يقول لك يعمل الرجيم روحي دكتور تخسيس يعمل رجيم يعمل رياضة الرجيمات كلها بتفقد مفعولها مع الوقت والجسم بيرجع تاني يعني يزيد في الوزن اللي أنت كشخص أصلا منشبع على شيء شابع ليه؟ متعود على أنواع معانة من الأكل صح بتسمع الكلام في الأول شوية ولكن بترجع تاني يعني ترجع ريمة عادلة القديمة زاد أن أنت جيناتك أصلا واخداك على مرض السكر فلازم يكون في أيدي الطبيب الدكتور وسائل دوائية دواء يديه للمريض علشان يساعد في الوقاية من السكر فهنروح بقى لأستراليا لسيدني في جامعة سيدني في حاجة اسمها معهد كده اسمه جورج انستيوت فور جلوبال هيلث اللي هو معهد جورج للصحة العالمية دكتورة كده اسمها الدكتورة ميك جوردن دي أستاذ مساعد في موضوع السكر وتأثيراته على الكلا والحماية من السكر وبتعمل دايما دراسات على يعني المئات والألاف من المرضى والأصحاء علشان تشوف إيه الحكاية إزاي تحميهم من السكر وإيه أحسن الأدوية اللي تحمي من السكر وإيه أحسن الأدوية اللي تعالج السكر وهي مشهورة في ذلك يعني وصدها شائع في الحكاية دي ميك جوردن دي اكتشفت في بحث أنا هعطولك اللينك بتاعته في المصادر إن في دواء موجود في السوق بيعالج مقاومة الإنسولين الدواء ده اسم المادة الفعالة بتاعته دابا جليفلوزين اسم غريب طبعا أسامي المادة الفعالة بتبقى صعبة وغريبة عشان كده إحنا بنقولها ونقول بقى كمان هي موجودة في أدوية إيه في الصيدليات وبنقول كل اللي لم يكن كل الأدوية بنقول اللي نقدر عليه منها فأول ما نزل الدابا جليفلوزين ده نزل تحت اسم علبة دواء اسمها فورسيجا أو في بعض الدول بتقول فارسيجا وفي دول تانية بتقول عليها فورسيجا ففورسيجا أو فارسيجا ده دابا جليفلوزين فيه منه خمسة ميلي جرام وفيه منه عشرة ميلي جرام الدراسة اللي عملتها على ألاف المرضى عملتها بتركيز عشرة ميلي جرام لا طبعا جابت الناس اللي هما أصحاء أربعة تلاف مريض أو أربعة تلاف إنسان يعني أصحاء ولكن هما في مرحلة مقاومة الإنسلين تجيبها إزاي؟ تخليهم يعملوا سكر تراكمي تستبعد الناس اللي قبل خمسة وسبعة من عشرة والناس اللي فوق ستة واربعة من عشرة لإن ده خلاص ستة واربعة عشرة ده فوق مريض سكر تحته إنسان سليم تحت خمسة وسبعة من عشرة فخادت الشريحة ديه من البشر وكذا ألف من البشر وبقت قسمتهم مجموعتين مجموعة تديها الدواء بتاعنا ده وهو ده بالمناسبة ده دواء سكر أصلا ومن أحسن أدوية السكر ونقول دوقتي بشتغل إزاي تديهم الدواء ده ومجموعة تانية مرضوش ياخدوا الدواء وقالت لهم خليوكم انتوا بقى الكنترول بتاعنا وتابعوهم بقى لمدة سنتين ثلاثة يعني هو شافوا لقوا إن نسبة تحول المرء الناس ديه اللي بتاخد الدواء ده إنها من قومة إنسولين إنها تخش في مرض السكر نسبة ضئيلة جدا يعني حماهم من مرض السكر لغاية منتهت الدراسة وكان حدد نادر جدا منهم اللي بقى مسكر إنما الناس التانيين العاديين النسبة بتاعت اللي هم تحولوا بقى وبقوا مرضين بالسكر وبقوا مسكرين يعني كانت ثلاثة أضعاف النسبة بتاعت اللي بياخد الدواء النسبة اللي هو العادي بقى الناس اللي هم دايما سكر تراكمي بيقلبوا على سكر ده الوضع بتاعتهم ما بياخدوش حاجة ماشي فثبت إن دابا جليفلوزين أو الفورسيجا ده بيحمي من تحولك إلى مرض السكر موجود في أجزخانة طبعا ده الاسم الشركة بتاعته الأصلية اللي اخترعت المادة الفعالة بتاعته لكن أنا هقولكو هنا بدايل له في مصر في عندنا في مصر كمان مسائل له من شركات أخرى عشان بتبقى دايما المسائل دي أرخص في التمن وبتبقى متوفرة أكتر بتبقى إنتاج محلي ما تبقاش مستوردة في عندنا دابا فيلدكتن دي راس هو نفس المادة الفعالة حطتلك صوته هنا على الشاشة فيه كمان ضايا فلوزيميت وده معه يعني ميتفورمين وهنقول دلوقتي نيستل التركيبة التوليفة دي ايه ماشي وفيه الفورسي يجا بقى فالدواء ده ثبت انه هو يعني يعالج مقاومة الانسومين بقاوم انك توصل لمرحلة السكر فاحنا بنقول الكلام ده وبالمعلومة الجددية وهنحط لينك البحث ده لزملاء ان الاطباء انه هما ياخدوا المعلومة دي ويرجعوا للبحث ويبدأوا انه هما المرضى اللي تجي لهم شك انه عندها سكر او هداخله على مرحلة السكر ويبعتوا يقيس تراكمي يبدأ يحط له الدواء ده في النظام العلاجي بتاعه تمام او انت يا مريض لو انت شكيت بزي ما قلت لك الحاجات اللي لو دي عندك وكما بروح تقلت اعمل تحليل في المعمل سكر تراكمي ولقيت الرقم بين خمسة وسبعة من عشر وستة وربعة من عشر خد التحليل وروح على الدكتور على طول ويعني ممكن تتكلم مع انك انت تشوف ايه ان ده يبقى واحد من الادواء الاستخدامة كان فيه حاجات بقى ممكن كمان كان الدكتور بيحاول يعني يديها للمريض اللي جانب بقى الرياضة والنظام الجزائي والجيبات والكلام ده كانوا دايما بيدوهم بتفورمين وبعد دكتة تقوله خد جلوكوفاج عشان تخس ما جلوكوفاج بيخسس تمام واحنا عمينا حلقة مخصوصة عنه ان هو واحد من الانتي ايجنج واحد من مضادات الشيخوخة ومفيد جدا وكنت بنصح ناس كتين يعني كل الناس اللي فوق سن تلاتين وخمسة تلاتين اخدوه حتى لو هو مفيش اي تاريخ عنده الاصابة بالسكر لانه مفيد في حاجات تانية كتير فالدكات اللي بتكتب الجلوكوفاج ده وهنا بقى الديفليزوميت ده عبارة عن الدبا جلوكوفاج مع الجلوكوفاج حطينهم فيه قرص واحد فكده يبقى ده من احسن الحاجات اللي ممكن تاخدها لمقاومة الانسولين فيه كمان كانوا برضو بيدوا حاجة اسمها الاكربوز وده اتكلمت عنه في حلقة برضو احط لك اللينك بتاعها الاكربوز ده بيمنع انتصاص السكر من الامعاء بتاعتك فما يخشش جسمك فيبقى انتك انك ما بتاكلش نشويات فده برضو حاجة مفيدة ولوه برضو تأثير مضد للشيخوخة فده حاجة كويسة جدا وممكن تاخدها برضو لمقاومة الانسولين وهو الدواء ده ايه بيشتغل يعني جوه الامعاء ما بيشتغلش جوه الجسم ما يخشش الجسم خالص فبيبقى ايه تأثيره ايه كويس بس طبعا الحاجات دي كلها عشان بتمنع انتصاص السكر فالسكر يفضل في الامعاء عندك فبيعمل شوية ايه كركبة والكلام ده ممكن تبقى تاخد لها اي حاجة طارد للايه للغازات الدواء بتاعنا ده اللي يحب يعرف كيف يعمل ازاي بيشتغل ازاي على جسمك جسمنا احنا يا جماعة بيحب يحتفظ بالسكر ما يتروتش السكر في البول الا لما يعلق اوي السكر بالنسبة لنا احنا مادة تخزين انت دايما حتى يقولك ايه خزن عندك قوة سنة فالجسم ما بيلاقي سكر واكل كتير بيقول ده الانسان ده عايش في رفاهية مش يمكن يجي عليه يام هيجوع فانا دلوقتي اطلع انسلين ودخل السكر ده الخلايا ودخلوا الكبد وحولوا في الكبد الحاجة كده تاخذين اسمها جليكوجين وحولوا في الخلايا لدهون يعني انت الدهون اللي عندك دي مصدرها من السكر الجسم بيخزنوا اليوم عوزة يقولك هجي مجاعة هيجي سيام هيجي حاجة هطلع الدهون دي واحرقها فطبعا انت ما فيش بقى مجاعات ولا فيش سيام ولا فيك كلام ده كله فعمال يخزن بس فالتاخذين بس المخازن بتتملي وتبدأ تعيق حركة وتعيق نظام الخلية كله وتصاب انت بأمرات كتيرة من ضمنها السكر فالجسم ما بيخرجش السكر ده الا لما يفيد جدا بيزيد عن حاجة اسمها رقم اسمه متين متين ميلي جرام برديسي ليتر يعني ما تيجي تيه السكر فوق متين وده الحد اللي الكلا ما تقدرش خلاص تحتفظ بالسكر رازم يخرج في البول وده متين ده عالي جدا يعني سكرك متين وانت طالح كده بيبقى عالي يعني كده مش كده فيتلاقي يحصل بقى بول سكالي والمريض بنوعا يمسك الدواء بتاعنا ده بقى بينزل الحد ده بيعمل في المستوى ده خرم من تحت كده فيصرب البول يخرجه قبل ما يوصل للمستويات العالية دي فيساعد على خروج السكر في البول وكأنك انت مكلتش السكر ده اصلا فهو دي مستو بيشتغل بقى على حاجة كده ميكانيزم ان هو اللي بيه الكلا بتطلع السكر وتدخل بدله حاجة اسمع السوديم يعني موضوع ايه للمتخصصين ويقدروا يعرفوه في فيديو كون متخصص علمي اكتر فاذا يهم شغل الناس او شغل الدكاترة على علاج مقاومة الانسلين غير الرياضة والرجيم والكلام ده بيتركز في انه اما يمنع امتصاص السكر من من الامعاء بتاعتك اكتنك مكلتش سكر يعني تبقى واكل تلات اربعة معالق سكر يدي دواء اللي هو الاكربوس ده يخليهم اكونهم ربع معالقة ولا حاجة فيقلل ان ايه دخول السكر جوه الدم من الاول او يزود عملية الحرق وينشط الخلايا وبرضو يقلل امتصاص السكر من الامعاء وكمان يقلل تصنيع السكر من الكبد اللي هو الجولوكوفاج الميتفورمين او بقى الجديد النهاردة اللي هو الدبق جليفلوزين ده انه هو يفتح ايه مصبات الكلة ويخرج فيها السكر مع البول وكأنك انت برضو مكلتش السكر ده فتبدأ الجسم اما بيلاقيش مفيش سكر يبقى كأنه هو قدامه قدام الجسم انت صايم مفيش سكر فخلاص جاء الوقت لنحرق الدهون فاتبصت لايه ايه الجسم يبدأ يحرق في دهونه ويبدأ يخس ويبدأ تاني حساسية الانسولين تسترجع تاني ويبدأ الانسان يرجع لشبابه تاني بدل ما كان داخل على الشيخوخة وداخل على امراض السكر يرجع بقى لمرحلة ما قبل السكر ويرجع انسان طبيعي ويلاقي التراكمة بتاعه نزل تحت الخمسة وسبعة من عشرة ولذلك الادوية دي اللي هم الاكربوز الجولوكوبي وانا اتكلمت على الحلقة عنه او اسمه السيدوفاج او جولوكوفاج في مصر او اسم المادة في عالموت فرومين دي ادوية مقاومة الشيخوخة تمام؟ بتخليك تاني ترجع شباب الى حد كويس وبرضو احط لك اللينك بتاع الحلقة بتاعت وهنا في الفيديو بحيث انك انت ممكن ترجع لها وتشوف الحلقات دي الدابجليفلوزين انا معرفش هل هو ادوية مقاومة الشيخوخة ولا بس هو بيشتغل بنفس الطريقة دي ولقوا له تأثيرات تانية كتيرة عاوزة حلقات تانية نخش فيها ان هو بيشتغل على القلب ويشتغل على امراض تانية اكتشافات كبيرة جدا له ده اللي عندنا النهاردة وبوصي كل واحد ان هو واللي معندوش سكر يشوف الفيديو ده ويهتم ويروح يقيس السكر التراكمة بتاعه وياخد التحليل ده ويروح للدكتور ايه بتاع العيلة او الاهله بيكشفه عنده وده اللي عندنا النهاردة وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته